أنواع الصبر 1- الصبر على الطاعة يصبر المسلم على الطاعات لأنها تحتاج إلى جهد وعزيمة لتأديتها 2- الصبر عن المعصية يقاوم المسلم المغريات التي تزين له المعصية وهذا يحتاج إلى صبر عظيم 3- الصبر على أقدار الله 4- يصبر المسلم على ما يصيبه في ماله أو نفسه أو أهله 5- وقال علي رضي الله عنه 6- إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور 7- يعني لك أجر وثواب 8- وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور 9- يعني عليك وزر وذنب 10- لقد ضرب لنا في القرآن نماذج رائعة 10- تجسدت فيها حقيقة الصبر 11- واستحقوا أن يذكروا بصبرهم 11- فيقتدي بهم الصابرون